وزيرك الدامي شبابنا ما يشوفون ريال مدريدو برشلونة إلا عن طريق سينمانا ما أقدر أشوف أفلام إلا عن طريق سينمانا يعني أفلام عرض أولا أجي أوقف سينمانا ليش؟ بعد كل إجابة إلي أغلب إجاباتي كانوا يصفقون بحرارة كل النواب مو نوع بحزبي تقريبا بعد كل إجابة إلي أغلب إجاباتي كانوا يصفقون بحرارة كل النواب مو نوع بحزبي والحمد لله كنا موضوعيين ووضحنا بعلمية الحمد لله أعتبر أنه نجحت في أوصل وبشكل واضح رغم أنه أغلب كلامها هي خرجت عن الأسئلة وما يجوز الخروج على الأسئلة منها اطلعت على الأسئلة وتفاصيلها يحني حقيقة أغلبها أغلبها يعني تحوم حول إيرتليك دفاع عن إيرتليك أنا أقول لك يا بكل صراحة سينمانا كادت أن تجر ويلات كبيرة على اسم العراق ما مسبوقة هذا يجوز أغلب الناس بل حتى السياسيين لا يعرفون وصلتنا تقارير خطيرة من جهات دولية 15 دولة مواقعين على تقرير لوضع العراق في قائمة منتهكي الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية القائمة يسموها تثمية واحد إيرتليك الآن تتبث سينمانا على موت سينمانا لا تتبث شنو يعني خلاف القانون شنو بلي مهكر يعني ما ما أخذه اشتراك من هذه لا لا ما ما أخذه شي رسمي مهكر قلت لهم ما يتوقع أي عقد أول ما استلمت الوزارة بعد ألا وفقا لتعليمات سويت تعليمات شفافة أولا ما لا يوجد عقود بعد تبرم بالغرف المغلقة العقود تأتي الهيئة الرأي كلها تتناقش بالنور أمام هيئة الرأي وتتسجل بالفيديو يعني هذه الحقبة الماضية التي جرت الويلات على القطاع لأن العقود ما كانت تكون بالنور وبصراحة هذا الأرنب اللي جاي اللاحطة مو بس سريع حتى تحالف مع الذئاب مسوي عمي الانترنيت رايح لكم في دواء بس حددونا من الفاسد هذا السباق اشتركوا في القناة